بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثامن من الفصل الثالث لمقرر نظم التشغيل وفي الجزء ده جماعة هنبدأ نتكلم عن عمليتين الكرياشن والديليشن لإيه للبروسز بس مش أي بروسز يعني إيه هنتكلم على بروسز بتعمل تشايلد طفل أو نتكلم كمان عن البرانت بروسز يعني هنتكلم عن نوعين من البروسز بيرانت بروسز ونوعه تاني اسمه أجماعة أيوة صح شايلد بروسز جميل طبعا واضح من المعنى إن في بروسز بنسمها بروسز الأب مش كده بتعمل أو بتكون بروسز فرعية منها بنسمى البروسز الفرعية دي أجماعة شايلد بروسز في الجزء ده هنتكلم عن عمليات الكرياشن التكوين والانتهاء طيب نشوف مع بعض الكرياشن بيتم ازاي بيقولك علشان يحصل كرياشن الشايلد بروسز لازم اللي تكونها هي مين هي البرنت هي الاب مش كده فعشان كده بنقول إن البرنت بروسز كريات شايلدرن بروسز أي بقى إيه؟ أي أبناء هي اللي تكونها مين؟ البرنت بروسز جميل؟ جميل طبعا وخلي بالك الناس غير متى مني الوصول ممكن أن يكون ها؟ بروسز ين Hani تكون be 여러분 طيب كريتٌ ممكن أن يكون بروسز اخر بروسز وب passport Drink ويكون هو الاب والفرعي هو من؟ الاب طب من راتلي طيب عشان كده ممكن بقى ندخل في شجرة يا شجرة العيلة مش كده اه forming a tree of Brussels شجرة من ايه من البروسس up تحته ابناء فرعيين بروسس فرعية لو قلنا اني دي بيه البرانت مش كده في تحته ها child فرعية الـ child الفرعية دي كمان الـ children بتوعه ممكن كمان يقول يكون ايه يا جماعة ممكن يتكون من ضمنها children ثانية فرعية مش كده اه وهكذا ويصبح عندما يسمى بالشجرة طيب ايه كمان يا رجالة بقولك ان الـ ايه ان ممكن الاب والابن البروسس الاب والابن يتشاركوا في ايه يا جماعة يتشاركوا في الموارد هما كمان يبقى يتشاركوا فيها الموارد اللي هو ايه الـ data ممكن يتشاركوا او or not او ممكن ما يتشاركوش اوكي على حسب طبيعة كل واحد طيب وممكن يا جماعة ممكن يتنفزهم في وقت واحد او في اوقات منفصلة بمعنى ان الاب يستني تنفيذ الابن معايا اه وممكن ايه كمان يا جماعة ممكن البروسس الابن ايه حصل لها ايه اه تارس تارس مين تارس الادرس اللي هو ايه اللي هو العنوان او العنوان لمين للبرانت او يبقى لها العنوان الخاص بها هيك جميل يبقى دفحات مين الكرياشن يبقى احنا قلنا في الكرياشن لما بنيجي نتكلم على بيرانت بروسسس وشالد بروسسس بنتكلم على فكهاز اتجاه في اين ان ممكن البروسس الاب يخلى بروسسس ويكون بروسسس جديدة بنسمها تشارد بروسسس وممكن التشارد بروسس اللي تكونت تكون كمان ابناء جدد منها طيب وما يسمى بعملية الشجرة طيب وايه كمان نلخص الكلام دو كانت رقم واحد رقم اثنين بنلخص الكلام مع بعض بنقول ايه بنقول ان ممكن الاب والابن يتشاركوا في نفس المورد وايه كمان وبنقول في رقم ثلاثة ان ممكن يتشاركوا كمان في المورد وممكن في رقم ثلاثة يحصل ايه يا جماعة يحصل هم يا ايه يتم تنفيذهم في آن واحد او في اوقات منفصل طيب في رقم اربعة بنقول ايه يا جماعة ايوه رقم اربعة بنقول ان ممكن الابن يارس الادرس بتاع من الاب او يكون له ادرس خاص به طيب نكمل كلامنا احنا كلمنا على الكرياشن لسه مين يا جماعة؟ لسه الانتهاء مش كده؟ لما يحصل لها delete أو حسف طيب في الحالة الtermination يا جماعة بنقول إيه؟ بنقول إن ساعتها إن البروست في آخر جملة لها آخر عبارة بتقولها بتطلب من نظام التشغيل إنه إيه؟ إنه يحزفها شوف مكتوب يا جماعة تخيل كده إن واحد يطلب من واحد أو يقوله انهيني مش كده؟ بروست executes last statements بتنفذ آخر جملة فيها and asks وبتطلب من نظام التشغيل to delete it إنه يحزفها أو يعملها exit معايا؟ وخلي بالكو بقى يا جماعة الاب ممكن ينهي البروستز الإبن بتاعه معايا؟ البرانت may terminate execution of children process ممكن ينهي عملية تنفيذ الإبن معايا يا جماعة؟ طيب في الحالة ديت يا جماعة هو إمتى هنهي عملية تنفيذه؟ لما يكون إيه؟ لما يكون no longer required وقد ما عادش التسك بتاعته ما عادش مطلوب وخلاص no longer required والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته